وعود دولية جديدة لدعم التنمية في اليمن هذا ما أفصحت عنه زيارة وفد البنك الدولي إلى عدن حيث أكد الوفد خلال لقائه بالحكومة توجه البنك لاعتماد حزمة تنموية بمقدار 400 مليون دولار حزمة ب400 مليون دولار جاء بها البنك الدولي وهذه هي حزمة أولى وإن شاء الله في الأشر القادمة تكون تم تمولات أخرى وسنعلن عنها في آوانها تهدف الحزمة الجديدة إلى تمويل تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق الجمهورية وتاتي هذه الحزمة وفق وكالة الأنباء اليمنية سبا في إطار اهتمام البنك الدولي بتطوير مؤسسات الدولة والسمرار دعمه الفني للبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص قدمت الحكومة في لقائها مع وفد البنك الدولي قائمة بالإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية منها إيقاف تدهور العملة ودفع رواتب أكثر من 60% من موظفي القطاع العام فضلا عن السعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي ونتطلع إلى مزيد من التمويلات أو حجر التمويل اللازم لسعادة الخدمات والبنى التحتية في اليمن كان رئيس الوزراء معين عبد الملك قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وفد البنك الدولي على وجود خطط ومشاريع سيتم تنفيذها بدعم من الدول والمنظمات والصناديق المانحة بينما كشف وفد البنك الدولي عن دعم مالي سابق يفوق المليار دولار المنح المالية لليمن مستمرة باتجاه وعود تنموية وإغاثية وإنسانية في ظل استفهامات كثيرة تدور حول هذه المنح وهو ما دفع البعض لمطالبة المنظمات المانحة بإصدار تقرير دوري يعتمد الشفافية والنزاهة وتقديم إجابات شافية حول مصير المنح الدولية وإلى أين تذهب وكيف تفرح